طيب نروح بقى مع حضراتكم من أهل الجزيرة إلى موقع البوابة نيوز ويزميرتنا العزيزة مريم ساميحية موجودة هناك دلوقتي عشان تطلعنا على آخر الأخبار وأهم المنشتات في كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة ومنهم منشتات لي علاقة بأول تصريح قاله محمد صلاح بعد الفوز بكأس الرابطة مريم صباح الفل عليك تفضل صباح الخير عليك يا كريم بصبح عليك يا نهواند وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة البوابة نيوز والبداية طبعا زي ما انت قلت يا كريم خبر بخصوص صلاح واحتفاله بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والبداية من روسيا اليوم صلاح يعلق بكلمتين على تتويجه بكأس رابطة مع ليفر بول احتفل النجم المصري طبعا محمد صلاح والمحترف ضمن صفوف ليفر بول على موقع انستجرام بتتويجه يعني بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على حساب تشلسي ده طبعا أمس الأحد بعدما فاز ليفر بول وطوق بكأس رابطة بركلات الترجيح بنتيجة 11 عشرة زي ما احنا شفنا طبعا بعد انتهاء الوقتين سواء الأصلي أو الإضافي وبعد المباراة نشر محمد صلاح صورته أكيد بكأس رابطة وأيضا صورة أخرى من احتفاله مع زملائه في يعني غرفة خلع الملابس وعلق قائلا بكلمتين فقط هما وان داون أو واحد آخر وده طبعا تعليقا على يعني لقب آخر حققه محمد صلاح مع ليفر بول لأن طبعا يعني منذ اندمام محمد صلاح لليفر بول في عام 2017 ده اللقب الخامس ليه مع ليفر بول كان اللقب الأول في دوري أبطال أوروبا عام 2019 وأيضا كأس العالم للأندية في 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2020 وأيضا السوبر الأوروبي في عام 2020 ومن اليوم السابع أرقام استثنائية لكيليان مبابي مع باريس سان جرمان هذا الموسم يقدم طبعا جناح باريس سان جرمان كيليان مبابي موسما استثنائيا مع نادي العاصمة الفرنسية وفقا لما حققه من أرقام منذ انطلاق الموسم الجاري 2021-2022 وقاد مبابي طبعا الفريق للفوز على سان تيتيان بنتيجة 3 واحد في المباراة اللي جمعتهما أمس أول السبت بالجولة لـ 26 بالدوري الفرنسي وده طبعا حيث سجل هدفين ووصل مبابي إلى الهدف الـ 14 في مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم من مجموع 24 مباراة حتى الآن وقدم 10 تمريرات حاسمة والأول مرة يحقق مبابي هذا الرقم في مسيرته الكروية بأن يسجل ويصنع أكثر من 10 أهداف في موسم واحد بالدوري الفرنسي وبشكل عام خاد مبابي 34 مباراة بكافة المسابقات مع باريس سان جرمان خلال الموسم الجاري أحرز 24 هدف و17 تمرير حاسمة ومن صحيفة الشرق الأوسط تفشي الفوضى في كرة القدم الإنجليزية لماذا يحدث وهل يمكن القضاء عليه؟ الحقيقة أن تقرير مهم جدا أو تحقيق صحفي كبير نفذته صحيفة الشرق الأوسط بخصوص الفوضى المنتشر في كرة القدم الإنجليزية وهناك مستويات مقلقة من الفوضى في المباراة هذا الموسم حيث يتم تجاهل القواعد والقوانين ويتم انتهاج تدبير السلامة ويجرأ اعتقال بعض المشجعين المشاغبين بشكل منتظم وحدث شجار بين مشجعي توتنام ووستهام في منافستين مختلفتين وألقيت مقذفات من المدرجات في ملعب أفرتون وشيلسي كما ألقيت أيضا ألعاب نارية وطحمة الجماهير ملاعب نورويتش سيتي وليستر سيتي وأرسنل وتم اعتقال 18 شخص مؤخرا وطبعا الحقيقة أن أسند تحقيق الشرق الأوسط كل هذه الأسباب يمكن لتفاشي فيروس كورونا خلال العامين الماضيين وبسبب كمان أن الجماهير ما كانتش بتتفرج على المباريات في المدرجات لمدة 18 شهر ويمكن ده يمكن خلق نوع من الكابت لدى الجماهير وأيضا يمكن تناول الكحليات وكمان الكوكايين وده اللي قال عليه أو شهدوا كل اللي حضروا كل هذه المباريات ويمكن تكلموا عن أن هم كانوا بيدخلوا الحمامات الخاصة بالمدرجات وكانوا بيلاقوا أن الكوكايين زي المصحيق في هذه الحمامات وأيضا تكلموا عن التعامل الشرطة ويمكن ده خلق حالة من العضونية الكبيرة وده طبعا وفقا لتصريحات كل يعني يمكن المحللين القانونيين في أمريكا وأخيرا من الأخبار الاتحاد الدولي للسلاح مصر وجهتنا الكبرى في تنظيم البطولات العالمية طبعا تلقت مصر إشادات موسعة من كافة الدول التي شاركت في بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والتي أقيمت على مدار الأيام الثلاثة الماضية بصالة السادة القاهرة بمشاركة 177 لاعب من 33 دولة وأشهد الاتحاد الدولي للسلاح بالتنظيم المبهر لمصر كاعدتها في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في السنوات الأخيرة رغم الظروف طبعا شفنا أن جميع الدول كانت بتغلق أبوابها أو كانت بتفرض السيطرة وكانت بترفض أن هي تستقبل البطولات الدولية والعالمية بسبب طبعا الظروف الاقتصادية والسياسية وخاصة تفشي فيروس كورونا ولكن رغم كل هذه الظروف قدرت مصر أن هي تحارب هذه الظروف الاستثنائية وتستضيف عدد كبير من البطولات العالمية على أرضها وده اللي قاله طبعا كافيرو جافستي رئيس الاتحاد الدولي للسلاح الشيش واللي تكلم أن مصر لديها إمكانيات كبيرة سواء الأماكن المخصصة وكمان الإمكانيات البشرية وقال أنه هو الحقيقة وجد تعاون كبير جدا من قبل كل القائمين على الاتحاد المصري لسلاح الشيش دي كانت كل أخبارنا الصدرة صباح اليوم الاثنين من داخل مقار جارية البوابة نيوز بشكركم جدا الكلمة لكم مرة أخرى نحن نشكر جزيلا شكر زميرتنا العزيزة مريم سميحة على هذه التخطية الصحفية المميزة